سقطت ظهر اليوم ثلاث قذائف من الأراضي السورية على الحي الشرقي من مدينة الرمثة في محافظة إربد وفق مصدر أمني المصدر أوضح أن أهالي المنطقة سمعوا دوي انفجار هز المدينة نتيجة سقوط القذائف مؤكدا أن أحد القذائف اخترقت سطح أحد المنازل وانفجرت متسببة بخسائر مادية المصدر أشار إلى أن القذيفة التي سقطت على المنزل لم ينجم عنها أي وصابات بالأرواح كنا قاعدين بالبيت طلعنا على صوت القذيفة لقينها مخترقة جدار الحمد لله ما فيه إصابات الأجهزة من تشكر الأجهزة الأمنية ما قصروا والله والحمد لله أضرار الحمد لله إشي بسيط حقيقة احنا يعني متعودين على القذائفة التي تجينا من المنطقة السورية فاليوم يعني حوالي ساعة واحدة أو واحد ونص تقريبا قذيفة أجت صابة سور البيت يعني الأضرار مادية بسيطة جدا لكن ولله الحمد لا يوجد أي أضرار بشري على الإطلاق ترجمة نانسي قنقر